اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وراك حاجة هنا هزد دماغي اني لأ قالتلي طيب تنزل طيب هلبس وننزل وفعلا دخلت البست وطلعت وفي ثواني كنا تحت قعدنا نتمشى في الجنينة شوية تحت ضوء الامر نتكلم واحنا مسكين ايدين بعض وبندردش واتمشينا ناحية النفورة واعدنا جنبها ولسه بتكلم سمعت اصوات عالية كان من ضمنهم صوت نفير او بوق عالي ملحيتش اسأل ولا اقول اي حاجة لسندوس لاني ملقتهاش جنبي استغربت بس كنت متعود على كده انها ساعات بتختفي وترجع على طول قعدت ابص للسماء واخد نفسي لما سمعت دوشة ولمحت خيالات بتتحرك بطريقة جنونية في القصر حاجات كتيرة ماشية يمين وشمال قلقت ومشيت للقصر بسرعة وروحت على جناح سندوس ملقتهاش ندهت عليها مجاتش ربع ساعة وانواقف في البلكونة مستنى اشوف في ايه لما شفت منظر رعبني خيول من نار مش شبه النار لا دي من نار وعلى رسم سندوس على رهيب بحجمها الحقيقي مشتعلة وراها الاف الالاف الالاف من الاحصنة النارية جحافل حسيت ان في حاجة بس معرفش في ايه لما الباب تفتح مرة واحدة لفيت ورا لقيت وهج بلبس الحرب الكامل بتاعها الجلد والسفين والكرباجة على وسطها وهي جاي علي وبتقول لي احمد انت لازم تمشي تلا فيه وهج هي سندوس رايحة فين لما ردته قالت اسمه احمد فيه تمرد من جيوش الارض الملعونة هجموا بالالاف ومعهم جنود وهوام كمان على المملكة هتكون حرب ضروس احمد كنت فعلا خايف من طريقة كلام وهج لما قلت لها لما قلت لها ليه ليه كل ده هنا ردت قالت اسقاط سندوس ده طلب ملوك الارض الملعونة انت لازم تمشي لانهم جايين على هنا فعلا اتحركت لمص القوضة مش ناقص انا اواجه جحافل الجن والهوام كمان وبديت اردت الكلمات بتاعتي بس ما حصلش حاجة رددت تاني وتالت ومفيش حاجة هنا بصيت له وهج اللي بصيت لي بقلق وقالت واضح ان سندوس قفلت المعابر احمد هنا قلت لها طب ليه تقفل المعابر مجزرة احمد سندوس ناوي على مجزرة سندوس قفلت المعابر علشان محدش منهم يهرب لارض البشر او حتى يحاول يروح مملكة تانية لسه ما كملتش الكلمة وسمعنا صوت دوشة برا لما لفت بصرعة وقالت شكلهم اقتحم القصر واختفت وساد الهرج هنا انا احتاجت دقيقة بس مش اكتر منها علشان قردت بافكاري وفعلا جريت على دولاب سندوس فتحت وخدت شنطة من الشنط اللي انا دايما بسيب منها عند سندوس وسحبت قناعين كمان وكم حاجة وجريت على البلكونة بعد ما حطت الحاجة ده في الشنطة ومشيت من البلكونة لورا لناحية الاستبلات ونادهت راعد والسواني كان تحته انا بنزل من على شجرة الصفصاف وركبته ونادهت ليل اللي نزل من فوق زي البر وقلت الراعد ابعد روح ابعد مكان وانطلق زي الريح كنت بفكر اهرب من الجن في ارض الجن وانطلق فعلا الراعد بيسابق الريح كنت بشوف تشكيلات يمين وشمال بيتحربوا انا زي السهم منطلق وعديت البوابات وانطلقت في الضلمة ساعة تقريبا او ساعة ونص ما وقفتش لغاية ما ظهر فعلا تعبني وقفت بص ورايا كنت بعدت جدا عن القصر بمسافة كبيرة جدا بس شفت حاجة احزنتني شفت نار في القصر قصر بيتحرق وقلسنة اللهب في كل مكان هنا انا قلبي وعف رجلي سندس عهد هفيف لتين وهج سفين الدجازي وا 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 كل ده هيروح انا مش بسدق نفسي ايه اللي حصل دنيا علمت في الثانية بس كنت حاسس ان سندس بخير واكيد الامر هيتعدل فوقتي من تفكيري ده وانا بقول اني لازم استخبه في قرى واماكن كتير مولية لسندس حوالين نطاق القصر بتاعها احاول استخبه في اي مكان لغاية ما الامور تتضح وفعلا مشيت براعد اول مرة كنت امشي الناحية دي او على قل الوحدي ومن بعيد كنت شايف زي مشاعل منورة وقربت كانت قرية طبعا شكلها كان فاضي بس اكيد هم حوالي وفعلا وقفت على اول القرية الساكت عارف اللي هيحصل وفعلا تقدم من ظلام الليل مجموعة فرسان ملسمين سيف سندس كان في ايدي على ضهر رعد سنده لما جم ولفه حوالي وقرب فرس اشهب مني ومن رعد ووقف جنبي بيبصلي العيون دي مش سهلة كنت بقول في نفسي كده لما سمعت صوت انثاوي بيقول انت المتجول هزد دماغي اني نعم شورت ورايا وقالت سمعنا عن مسبحة في قصر العظيمة كيف نجوت هنا رديت قلت لها ليه نصيب عيش لما هزد دماغيها وكشفت القناع وفعلا انثى جميلة وقالت سموم اسمي سموم انا حاكمة للاقليم الرمادي ومن انصار ملكة الملوك سندس ما تخافش انت في حمانا لم هب واحد من الفرسان وقال وهو بيصخر وانا ماشي مع سموم ما تلاقش يا بشري احنا الجن نقدر نحمي اي كائن هنا انا بسطل بنص عينه وكملت انا والسموم ماشي فكمله كأنه بيكلم اصحابه اليوم سوف نرى العجب من قصر العظيمة ما بين شريد وطريد ومسكين هنا بيرمي الكلام علي كنت بقول كده في سر لما وقفت ولفت له وبسط في عينيه بصة اجزم انه هزته لانه تراجع بحصانه لو ورا وقلت له اسمع ما بحبش مبدأ التلميح لكن بيعجبني ان انت تقصدني بصورة مباشرة ان انت تذكرني بطريقة صريحة وعلنية عايزك تبهرني بجرئتك مش هتحصل على كامل انتباهي بنصف انتباهك هتاخدني كلي لما اشوفك كلك فاهم هنا توتر الجو وحسيته بيتهز فابتسامتي ابتسامة كفيلة انها تحرق اي حد لما جات بسموم بحصانها قدامه وقالت ارجوك اعذر بارك هنا انا بسطه لما شفته بينزر راسه بيأمن على كلامها ومشيت مع سموم جوه ودخلنا بيت فاضي فاضي من كل حاجة معادة حصيرة قعدنا عليها وبدايت الكلام لما قالت انت مرحب بك هنا طبعا انا سمعت عنك كتير وعايز اقولك اني من انصار الملكة الاوفياء ده ما قلت لها هو ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل سموم لما قالت هجوم من الارض الملعونة والارض المحرمة جمعوا قواهم لمهاجمة السندس وازاحتها عن العرس عن العرش بس مش ده اللي قالقني هنا بس طلاها مستغرب قلت لهم مالقي اللي قالقك سكتت وقالت وهي بتبصلي سندس قفلت اي معبر يدخل او يخرج من المملكة عارف ده معنى ايه هنا قلت لها مجزرة هزت دماغها وقالت للأسف روح الجلادة رجعت سندس هتحرق الاخضر واليابس سكنت مش عارف اقول ايه لما دخل واحد علينا من اتباعها وتكلم معاها ما فهمتش تكلم معاها في ايه لكن حركات عينيها عرفت ان الامر عظيم ومشي بسرعة لما سألتها فيه سموم هنا قالت سقطت القلعة احمد ولم قلت لها وايه سموم هنا ردت وقالت اتباعي بلغوني انك مطلوب تله انا قالت لي ايوة فانت مصدر ضغط او قلم دي العظيمة احمد تدلوقت مطارد من هوام الجن لابد ان تنتبه لنفسك انت مش تخرج من هنا الى ان تستقيم الامور وترجع الامور لنصابها هنا هزيت لها دماغي فقامت وقالت طلباتك كلها تجيلة وخرجت بصيت لليل اللي كان وشه عليه غضب قلت له واضح ان احنا نستنى هنا شوية حاولت اتواصل مع سندس ما قدرتش مع اي حد منفعش فتحت الشنطة على دخلة واحد منهم معا الصينية عليها اكل قعدت اكل واكل ليل كمان ورجعت افتح الشنطة بعد كده اتأكدت من الحاجات اللي انا اخدتها معايا وبعد ما خلصت قلت له ليل ننام ورانا ليالي طويلة فعلا نمت وحلمت ان في وسط معركة سندس فيها واشكال غريبة حوالينا وصريخ 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 صحاني من النوم من القلق من الحلم السخيف بس ده لما الباب رزع مرة واحدة وكانت السموم مسكة سيفها تقريبا في ثانية كنت ساحب سيفي عليها لما شورت بعصبية اهدى اهدى انا عادة ما بحبش كده ما بحبش المفاجآت لما قالت هوام الجن هنا ومرضاتهم بيدوروا عليك انت لازم تغادر حالا وشورت وقالت اتجه للجبال الغربية افضل من هنا فعلا سحبت شنطتي بسرعة وهي طلعت وسمعت صوت السريخ وصليل سيوف طلعت بسرعة راعد كان واقف ولمحت هوام الجن باشكالهم القبيحة من تحت القناع باينا وكنت لافف وشي بشال كمان وركبت راعد وليل انطلق جنبي والادريانالين بدأ يزيد واحد منهم بيجري على اربع وقفز مسك لجام راعد فضربته بالسيف ضربة قطعت ايديه وجرينا بسرعة الريح وعمال يجري راعد في نص الليل ونبعد والصوت يبعد وعدينا القرية بعدها وصلنا عند جدول مية الجدول ده كان بين اربع شجرات كبيرة وقفت ااخد نفسي من التعب والخوف بس ما كنتش قادر حاسس في حاجة غلط انا اتعبال لدرجة كبيرة وضهري بارد بارد جدا مديت ايدي اشوف في ايف ضهري لما مسكت حاجة خشب مشيت بايد عليها ووقفت ده سهم انا بضروب بسهم ومن الخوف والادريانالين محستش علشان كده اكيد انا نزفت كتير نزلت من على راعد بهدوء واعدت على ركبي بتنفس بالعافية والسهم في كتفي الشمال لما بصيت لليل وقلت له ليل اسحبه من غير ما تكسره فاهم شوية شوية ببقك وفعلا وقف ورايا وبدأ يسحبه وبدأ تروح تطلع معاه وما قدرتش قعت مغم علي من القلم جنب الجدول واتسحبت في اللا وعي ما عرفش قدي ايه لما فتحت عناية على السماء وحاسس ببرودة في جسمي مديت ايدي لقيت وسطي مربوط اتخضيت وجيت اقوم ما قدرتش من التعب لما سمعت صوت رجولي بيقول لي هون على نفسك يا انسي انت مصاب بجرح عميق بصيت على ايدي اليمين لما شفته كان راجل كبير بلاحية سودة وعصايا كبيرة قاعد متربع على الارض وفيه نار قدامه بصيت لليل كان ساكت بصيت لرعد كان مستكين وده طمني شوية لما كمل هو بيشاور ورايا بعصيته ارض الجن تبحث عنك يا انسي وضحك وقال بيدوره على المجوان الاخير لما قلتوله انت مين قال لي انا الوكارد وانا محايد لا تقيد لا تقلق الوكارد انا بقول في سري انا بصيت للي انت الامير الوكارد فابتسم وقال سابقا شكلك مش سهل هنا كملت نمع على ظهر وقلت له هو مين غيرك في ارض الجن بحب عكس الاسماء من دراكولا الى الوكارد فابتسم وقال احسنت يا فتى انت سريع البديهة في احلك الظروف انا طلعت لك السهم وخدرتك باوراق المجور الاسود وكويت الجرح سويعات وترد صحتك اشرب فعلا اتعدلت وشربت من المدهول المدهلي ايده بيه مع هوا الليل البارد بديت اصحصح شوية وبصت له وقلت له وانت مرتاح هنا لما رده وقال لي لازم الانسان يصنع لنفسه ملازق آمن يستريح فيه من عواصف الحياة صح ولا لا هنا هزيت له دماغي انه صح لما قال وانت يا عاصف يا سليل الطين انت سليل الطين والنار فمش ناوي ترتاح هزيت له دماغي قلت له ان شاء الله لما رد يعجبني صمتك وهدوءك هنا بصت له وتعدلت وقلت له سمعني يا لوكارد محدش فاهم معنى انك تقابل الصدمات بالصمت تام انك تبتسم قدام المواقف اللي تستدرجك انك تعيط محدش يفهم معنى انك بتغلي جواك وانت في قمة السبات هو ده الهدوء هنا هزي دماغه النصح فكملت له عايزني ابقى زيك اول ما اتدمرت مملكتي اسيبها وامشي انا غيرك امير انا بواجه لو في المواجهة نهايتي هنا اوقف وبصلي بغضب شوية لما مديت ايد بدور على شنطتي وسيفي ما تقاملوش لقيته ماشي ناحيته مرة واحدة نولهملي وقاللي انا وانت ما فيش فرق بيننا احنا الاتنين خلق الله انا من نار وانت من طين لكن للرماد تكوينك يا انسي طريقك صعب طويل مش هحسدك عليه وسبني وداني ظهره عشان نيمشي لما نداهته هتهرب ابتسم وقال انا مقدرش تواجد معاك انت طريق ورفع راسه الفوق وقال سيصلون لك بعد قليل حاول تسترد عفيتك قبلها هنا انا قلت له الامير الوكارد ملك الاقليم الغربي المحطم بسبب حب امرأة من الجن للأسف اصبحت ذكرى يا امير سبت مملكتك وتهت في ارض الجن انا احسن منك بواجي الحياة وظروفها بقع وبقوم بنضرب وبضرب لكن انت وانت حاكم على جحافل الجن اعتزلتهم بسبب حب مات ولسه كمل لما هجم علي رفعني من الارض وقال لم تمت يا وقت بل قتلت غدرا ما كنتش قادرة تنفس لما ليه زام عليه فبصله وانزلني خدت نفسي بالعالم قلت له انت مش انتقمت خليك كده طريض انت متعرفش معنى الحب يا بشري فانت جلمود صخر بعدما قلبك ما مات انا اعلم اعلم تاريخك انا اعلم تاريخك كله وعارف انت مخب ايه عارف شخصتك التانية هنا بسطله وسكتت لغاية ما خلص كلام وشوية قلت له على فكرة انا بصبر على اللي بحبه لانه عارف انه اختيار الله الصمت مش معناه النسيان الارض الصامتة بيبقى جوفها فيها بركان فاهم هروبك من المك هيقلمك اكتر ما تهربش يا الوكارد وتقلم علشان تشفي وتقبل الالم علشان تعديه هنا بصلي جامد وركز وجعت جنبي وقاللي ازاي قدر تتحمل اشرح لي سرك يا بشري هنا بتسمتله وقلتله الرضا الرضا والقناعة باختيارات الله والامل في بكرة اللي من غيره شادر اعيش هنا هزي دماغ وهو بيقول كلام جميل ووقف وقال سأذهب حظا موفقا وسنلتقي مجددا واختفى من قدامي بصيت لليل اللي كنت بديت احس بتحسن شو وقلتله انا بشاور لفوق ليل يازم نطلح الجبل ده نلاقي فيها كوف كتيرا نستخبف اي واحد فيهم وفعلا قمت ومشيت ما كنتش قادر اركب ولا اي حاجة وطلعنا فوق اول كهف ترامينا فيه نمت معرفش قد ايه بس نمت وصحيت احسن لما طلعت وقفت برا الكهف على مرمى البصر كان فيه مشاعل جاية عرفت ان فيه حد ورايا وسمعت صوت ذئاب بتعوي هنا رجعت جوه وقلت الليل يلا ننزل وفعلا بدنا ننزل للناحية العكسية انا وهو ووصلنا لسفح الجبل انا وهو وراعد ولسه هتحرك لقيد الزئبين في وشي عيونهم حمراء دموية وبيزوموا وليه الواقف كان باين عليهم الشر لان في لحظة هجموا ليه الاعترض واحد وانا هجم التاني علي يا مساكت فكه اهم شي ان امنعه من رقابتي او بطني وفعلا قدرت ان انا ارشمه بالخاتم على دماغه وسمعت صريخه متصاعد الابخرة والدخان من دماغه وتلوية على الارض واسقوته بصتلي التاني كان الليل اصلا موته لما قلت له ليل دو الارضي اضعف الانواع بصدول كشفين يعني هنلاقي وراهم اكبر احنا لازم نبعد بسرعة فاهم وفعلا ركبت رعد وليل انطلق جنبي بسرعة الريح ساعتين لغاية ما لقيت بير مية ويفتبص فيه مش عارف فيه مية ولا لا ولا المية نظيفة كان معي ازازة واحدة اللي لحقت خدتها من سموم ليه نزل البير شرب وهو طالع شفت وشميت ريحة المية عرفت انها مش هتنفعني انا قررت ان احافظ على المية اللي معايا لما لقيت شيء غريب بنته صغيرة سن تسع او عشر سنين وقفة بتبصلي جنب البير وقفت بصلي ما تكلمتش وشورت بيدها ومشيت انا حسيت انها بتقول لي تعالى ورايا لانها طلعت قدام وشورت تاني فعلا مشيت وراها مش اخاف من الحاجة خاف من ايه من اصلا تحت ساعة ونصف غابة وعدنا غابة ونبع مية لغابة سفح وتحت بيوت ووقفت وشورت عليها هنا قبل ما تكلم حتى لقيت نفس متحاط بعدد منهم وكل واحد في ايده رمح طويل عرفت ان مش هادر اتصرف لما واحد من وسطهم مد ايده مسك ايد البنت وزي ما يكون بيكلمها وتشور له فشور لها هنا كله نزل الاسلحة وجاء لي وقال لي انت من قلعة العظيمة هنا هزت لدماغي ان ايوة لما قال لي تعالى ورايا فعلا فعلا مشيت وراه وصلنا البيت وقعدنا وهو ما قعد البنته في حضنه وقال انا زاحم امير عشيرة الترابيين وانت الانس صحيح هزت لدماغي ان ايوة لما بنته بتسمت وبتسمت لها فقال ودي دعجاء بنت الوحيدة هنا هزت له دماغي وقلت له انا مفهمتش كلامها باين انها ما بتكلمش لسه لغة البشر المفهمتش منها حاجة وبتسمت له بعدها لما قال لا دعجاء ملعونة بتقول له ملعونة هز دماغي ان نعم بتقول له مين اللي لعنها دي لسه بنته صغيرة لما قال رقيت بتقول له ايه رد رقيت الساحر من سحرة الجن تردنا من قبيلتنا فقام بسحرها بعدم الكلام وقتل امها هنا قلت له رح فين شاور وقال اعلى الجبل كهف الغراب قلت له طيب ما تروح له وتفك اللعنة والسحر ده ابتسم وقال كل شيء مطلصم من يقترب يموت يا انسي هزت له دماغي لما قال استرح الام وام وشوية وجابتلي دعجاء الصينية فيها اكل وزي فخار فيه ميا وقعدت جنبي مبتسمة وانا باكل يعنيها كانت بتفكرني بحاجات حلوة وخلصت اكل وطلعت دعجاء وانا نمت تقريبا حوالي ثلاث ساعات وصحيت طلعت برا الباب فيش حد لفيت عشان ادخل لقيت زاحم قاعد جوه قعدت جنب وقلت له زاحم انا قررت اردلك الجميلة هنا بصله قال لي يعني ايه قلت له انا هروح لرقيت وهفك لعنة دعجاء الامر بسيط هنا وشه تهلل بالفرح وقال احقا يا انسي احمد اسمي احمد قال لي حقا ستفعل وسكت شوية وكمل وقال ولماذا كنت وقفت وقلت له اعتبره ردي جميل وهيبقى لي خدمة عندك دلني للطريق فعلا خرجنا برا وشاور على جبل قريب وقال مسيرة نصف يوم هو الكهف الوحيد هناك يجلس رقيت هزت له دماغي ومشيت براعد وليل لسفح الجبل ووصلنا بعد ساعة تقريبا سبت رعد تحت وطلعت انا وليل طريق واعر فعلا بس كان فيه اسرار اوصل ووصلنا الكهف ضلمة شاورت الليل ادخل الاول اول محاول يدخل رجع بيسرخ عرفت طلاصم الجن اثرت فيه نسيت انا كده بقول لي نفسي انا كده ساعة بنسى يعني كده انا هدخل لوحدي وفعلا دخلت واحدة واحدة جوه كان فيه ريحة ناتينا ووصلت العمق الكهف لما شفته قاعد على الصخرة زي الارد وصرخ صرخة تفزع القلب من قوتها وقال انت بشري لعين تتحدى رقيت لما قلت له اسمع رقيت مفيش بينه وبينك حاجة فك لعن الدعجاء وسحرها وبس لا شغلة لك بهم يا لعين انت اللعين انا بقول له هنا لقيته بقى تعبان اسوى الضخم وجاي علي انا عارف تشكله وعارف هيعمل ايه وفعلا قرب ناحية هنا بديت اردد كلمات وبدأ يخفف مشيته ومرة واحدة ازال التشكل كنت شايفه من تحت القناع بيلف شمال ويمين مستغرب ازاي تشكل راح منه وبيردد ساحر انت ساحر لعين سوف لما قطعت تقول لك يفك اللعنة وهنزل كلا يا لعين سأل عنك انت ايضا هنا بديت اردد ايت الكرسي الصوت عالي وقوي هو بيحاول يوصل لباب الكهف ووراها كنت بردد خواتيم البقرة وهو بيصرخ بصوت اعلى وانا بردد بصوت اعلى وهجم مرة واحدة علي لما اتغرس سيف سندس في سدره واع مختفي هنا طلعت برا واخدت ليله وراعد معرفش حصل ايه بقى لما مات ورجعنا لما شفت زي احتفال في القرية عرفت انه تم الشفاء زاحم مع دعجاء بيبتسمو لما جات دعجاء نحييت وقالت شكرا احمد بصوت رفاقية خفيف لطفل هزت لها دماغي هنا جات زاحم ومساكن وقال متى اردت سأكون عونا لك ما حييت فانت ما كملش كلمته واثنين فرسان جايين جاري علينا بيتكلموا بيشوروا ورا فبصي وقال مرضة من هوام الجن يبحثون عنك لا تقلق سندافع عندك عنك لا 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 انا بقولهم هتقوم مجزرة هنا انا عارف انا همشي وهتصرف هنا بصلي شوية لما قلت له متقلقش لوحدي هاوصل اسرع وركبت رعد وانطلقت بسرعة تاني فضل ماشيين تقريبا نص يوم تاني لغاية ما وصلنا لنهر اسود كبير في منتصف الارض نزلت استحمى فيه وابرت جسمي انا ورعد الليل وعبن شوية في المية منظر المية مرعب بالليل وانا في المية شفت حد برا ملحقتش اعمل اي حاجة واطلع كانوا مجموعة ترقسهم واحدة في المنتصف كنت بابس بانطلوني بسعيني على الشنطة والسفل تقريبا على بعد مترين مني وانا على الشطة لما طلعت لما قربت كانت حسناء وشورت منق انت لتقتحم ارضي شورت لها وقلت لها عابر سبير وبصيت ناحية النهر ورايا بصة طويلة ورجعت ابص لها لما قالت انسي عابر سبير هنا مطة واحد من اللي معاها يكلمها هنا اتفاجئت بشيء دول كلهم بنات او معنى صح ستات دول فوارس من الاناث وقالت لها كلمة بصيت للتانية بعدها وابتسمت وقالت انت احمد هزد دماغ وابتلها ايوه لما شورت لوحدة من اللي وراها وكلمتها ما فهمتش قالت لها ايه بس اللي اتي التانية دي انطلقت لورا بسرعة البر واختفت وانت فيه ايه بيحصل كانت بتبصلي مبتسمة وشورت على نفسها وقالت انا عاتيك ملكة الاقليم الاوسط هنا بصت لها وانا بتمشه لشنطتي لبستها ومسكتي سيفي وليل جنبي لما قالت وهي بتبتسم انت طريد يا انسي هزت لها دماغ وابتلها ايوه لما بتقول لي انت لقيت نفسك في صراع لا ناقة لك فيه ولا جمل صح بتلها عادة عاتيك شفت كتير وبعض الظلمة نور هنا بصتلي بعيون ساقبة بعيون متحدية تحس ان طارع منها شرارات القوة والغضب وقالت بصوت يملأ الجو بفخر وتفخر شديد انتو البشر بتجرؤ على الوقوف امام قوة الجن انا بتحداك ما رفعت ايديها بالراحة ومرة واحدة شفت او تخيلت زي لها بازرق جاي علي تحاول تخوفني بقوتها انا بقول في نفسي وفي صرعة وبرد فعل فوري اخدت لدوء كله وبدأت اهدأ وتمتم بالقرآن بتلاشة الاعمدة اللي هي بعتها من اللهب دي هنا كانت المالكة عرفت ان القوة الحقيقة في السيطرة على الزات مش اللي هي بتعمله ده لما بسط لي بغضب بسط بسط حقيقة انا عابر السبيل بس مش اكتر من كده هنا هزت رأسها وقالت امضي معي ومشينا ومشيت وراها بس ما عجبنيش حاجة انه متحاط بيهم ووصلنا القرية في وسط الغابة ودخلنا بيط بسيط قعدت وهي قعدة قدامي واثنين ثلاثة حوالي وبدت الكلام وانا اتكلم معاه لما قلت لها وانتو كلكم اناث في العشيرة دية ابتسمت وقالت نعم تلو ما لر الجالة فين رجال الجن فين قالت نفيا كلهم نفيوا الى الارض الملعونة هنا قلبه ويعف ريجي نفيوا يعني سندس وزي ما تكون قارت افكار فابتسمت وقالت نعم صحيح ملكتك هي اللي نفيتهم هنا انا جيت اقف لما لقيت القوضة اتملت منهم والشنطة اتخذت مني هي والسيا فهنا عرفت ان انا وقعد في الفخ وقعد في الفخ ما كانتش معها حاجة القناعة على والش لما بصت له قالت انت كنز بالمقيدة يا انسي اعتقد ملوكك سيقبلون التفاوض معنا بسبب وجودك وإلا قتلناك وشورت معها اللي مسكون وطلعنا برا في الهوى هنا للزام ولسه هيهجم عليهم شورت عليه وتمتمت وتشلي ليل في مكانه انا كنت واقف في النص مستكين لما قالت هزمت الان يا انسي وعلى يد امرأة من الجن يا ترى بتقول في نفسك ايه دلوقتي بتقول في نفسك ايه دلوقتي يا انسي كانت نمرتها استخفاف واستهزاء لما بسط لها وبسط للحواليها وبتسامت ورفعت راسي لفوق وصفرت صفارة طويلة ونزلت راسي وقلت لها بقول عني الغبية هنا كشرت والشاهية واللي معايا واستنفار وقالت غبية ماذا تقصد بتلها عتيك ملكة الاقليم الاوسط صح تعتقد ان انا صدقت انك ملكة وللي الاقليم الاوسط واحنا في الجزء الشمالي من المملكة بعد كده انت ما عندك علامات من علامات الملك لا في راسك ولا في عينيك وكنت عارف انك كدابة من الاول انت مجرد جارية من هوام الجن وعايز تسلميني علشان المكافأة المعروضة عليك فبسط لي كده وسكت بتلها هتحبسيني واكيد اللي انت بعتها وجري تدي بلغتي ان هتبلغ مرة الجن اني محبوس عندك فانت عايز تأخريني لغاية ما ييجو بس صح هنا هز الدماغ وقالت احسنت ولكن لماذا انتظرت الى الان يا انسي اذا كنت تعرف من البداية هنا قلت لها كنت مستني دول وشورت وراها كان وراها واقف سهراب ومهراب مع مجموعة كاملة من عفاريت الجن المائي هنا رجعت فلاش باك لورا وانا في النهر قبل ما تيجي عاتيك هناك حسيت بسهراب اللي همس في ودني انه عرف اللي حصل هو ومهراب وانه موجودين في النهر ده لو احتاجتهم في اي حاجة انده عليهم في نفس اللحزة دي وصلت عاتيك ولما طلعت ووقفت برا لفيت ورايا للنهر فاكراها فاكرا البصة دي عاتيك دي كانت اشارة مني لي ومن هم يتبعوني بس لحين ما تديهم اشارة اذا حصل حاجة والصفارة كانت الاشارة ان هم يتدخلوا وتوتر الامر كانت عاتيك تقريبا معاها 200 او 250 فارسة بس هراب ومهراب من الجن الماء القوي وجايين في جحفة الكامل من جحافل الجن لما لقيت عاتيك اللي معاها بعدوا عني واعوانها ووسعه روحت خدت شنطتي وسيفي ومشيت ناحية سهراب ومهراب المبتسمين على احسناتهم لما سمعت عاتيك بتقولي انتظر يا انسي هنا بصيت عليها الورع لما قالت اقسم بأصوات الرياح وغضب الجبال وامواج البحار وبصخب السكون وبجبال الجنوب وبلهيب الغضب اقسم بشوامخ الجبال وفناء الحين لاقتل انك في يوم يا بشري وبيدي هنا بتسمتلا وانا بركب رعد وميلت وسنت عليه وقلتلها حلف بغير الله الشرك كده كده اشتدار توفي بقسمك كانت في حالة غضب عام عارم ودخلت انا واستراكب سهراب ومهراب وانسحبنا تقريبا ساعة ونص ماشيين ووقفنا وانزلت عادت معاهم لما قالتلي مهراب وضعك صعب ومن حظك اننا موجدين قريب من المعابر المائية دا احمد المعابر كلها غلقت وبحور الدم في كل مكان وسندس انا بسألها لما هزي دماغه وقالت سندس بيتبيد الكل فهي مهجزارة لا قبل لنا بها سندس اصبحت كذئب احمد بيقتل الجماد قبل الجن الكبير قبل الصغير هزيت لها دماغي انا عارف سندس لما بتقلب بقول بقول في نفسك كده لما كملت وقالت هي ومهرب سنوغادرك الان انتبه الى نفسك وانا احتجت الى شيء ستجدنا معك واختفوا من قدامي بصيت لليل وقلت له لكمل وفعلا كملنا مشينا فترة لغاية ما شفنا كهف بصيت لليل وقلت له تعالوا ندخل النبات جوه وفعلا بدينا ندخل وراعد كان برا بس اول ما دخلت الخات نسخم في ايدي بصيت له وبصيت لليل ورفعت السيف بايدي وبصيت يمين وشمال على الحيطة اللي نورت مجرد ما حطيت ايدي ومشيت عليها وظهرت طلاصم ورسومات شكلها بتحكي قصة او لسجن حد فضلت اتتبعها بايدي وانا ماشي جوه نص الكهف لما انصدمت ان في حد جوه كان فيه كائن راسه راس حصان وجسم بشر ومربوط من ايديه ورجليه وقعد على زي مصطبة طلعة من الحيط وقديمه كان فيه ورقة شجر عملاقة فيها رحته معفنة وهو كان عمال يخور ويزوم ويزمجر وقضب المحسبية الزم علي وقام يرعد ويزمجر ورجعت انا الورا وانا بقول ايه دا لما بدأ يعوي وانا بشاور له اهدى اهدى هنا وقف وصرخ انسي انت انسي شاورت له ايوة انسي كنت خلاص انا اديته ضهري وباصص للباب لما قلت له تشكل تشكل يا لما رده قال الجعدر انا الجعدر يا انسي فق قيدي قلت له تشكل الاول تقريبا النص دي ايه دي ايه او قال تم لفت بالراحة لقيته متشكل في صورة شاب اعرابي بشرة صمرة قربت مني قلت له انت ايه واللي جابك هنا فق قيودي اولا قلت له لا مش هفق اللي لما اعرف ايه حكايتك في الاول هنا بصلي وسكت وقعد على الارض وبدأ يتكلم وقال انا الجعدر من اقوى محاربين مملكة الجن وكنت موالي للملك قنديش وبعد وفاته عهدت ابنه المظفر ملكا لكن بسبب وشايا من وزيره يوناس تم نفي الى هنا والحكم علي بالموت في هذا المكان متعصب ويف وشد قيوده قال اخرجني لقتل اللعين بسطله جامع كان الغضب واضح في عينه لما قال اسرع قبل عودة الحرس حرس انا بقول في سري ايه ده 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 ننسيت صحيح اكيد فيه حرس وما للأكل ده منين بالسرعة فعلا قربت من السلاسل دي وبدأت اقرأ عليها وما فيش ديها لما وعد كلها على الارض بصدقة وهنا انطفض نفضة جامدة وعاوى بشكل طويل متواصل وبعمق رجل كهف كله في اللحظة دي دخل تلاتة من الجن بسرعة نزلوا من السقف من مدخل الكهف واشتبكوا معاه كان قوي جدا وعملاق وانا واقف ورا خلال قاله من خمس دقايق كان انتهى منهم ورجعوا معاه السيف ضخم الواحد منهم مش ناحيتي هنا انا قلقت بس لمقرب اكتر نزل على ركبته وقال شكرا لك يا انسي فانت ورفع راسه لما شاف الخاتم في ايده فوقف مشاور للخاتم وقال انت المتجول صحيح ووجودك هنا ليس بصدفة هنا انا قلت له لما حبوس هنا لغاية الامر ما يهدأ الامور هتهدأ وهرجع عرض البشر تاني هز دماغ وقال نقد سمعت الحراس يتحدثون عن التمرد ومواجهة العظيمة للاحداث سوادر الان ومدي ايده اداني خاتم صغير نحاس وقال في اي مكان وزمان انا في خدمتك واختفى من قدامي خدت ليل في حضني ونمنى وبعد ما صحينا طدعنا نكمل ماشي معرفش رايح فين بس انا عايز ابعد حاولت انده السندوس او اي حد لكن فيش اجابة كنت جعان ميت من الجوع والتعب والجو بارد باستمرار جو فظيع لما لقيت شجرة ونزلت تحتها ودورت حواليها ما فيش اي فكهة عدت رايح لما لقيت قدامي ستة عجوزة لابسة لبس لابسة لبسة قديم ومطية ظهرها وسندها على عصايا خشم وشعرها ابيض كله وحافية هنا وقفت عدت بصيلها لما شورتلي وقالت بلسان عربي صريح امشي ورايا ومشيت انا فظلت وايف شوية بس بصت تاني وراه قالت ما تخافش تعالى مساكت الجام راعد وتمشيت وراها وليه الجام ما عرفش رايح فين بس مشيت وراها شوية وخطوتها سرعت وسرعت وسرعت لدرجة ركبت راعد عشان الحقها الحطاب صعوبة وقفنا قدام بيت في نص الجبل ودخلت سبت راعد برا ودخلت فتحت الباب بالراحة بصيت فيش حد جوا دخلت لقيتها وقفة قدام نار على الارض وزي حاجة فخارة عليها وشورتلي اجلس هنا قعدت وانا ما عرفش دي مين ولا اي حاجة لما بصتلي وهي جاي علي وماها حاجة فخار وقالت كل فانت جائع مساكت ومتردد وهي بتلفت الديني ضهرها وقعدت وشورت وهي قدامي ما تخافش الاكل السليم سميت بالله وبدت ااكل وديت ليل كمان ياكل ما تكلمناش ولا كلمة لغاية ما خلصت اكل وهزيت لها دماغي اني شكرا انت مين انا هنا بسألها لما قالت انا جفراء جفراء مين لما ردت وقالت هو انت لازم تواجه ملوك ومجانين من ارض الجن انا مجرد امرأة في ارضه للعمر وريده العيش في سلام شفتك جعان في اطعمتك بلا غرض او نية مبرتحش انا بقول الكلام ده في السر عادتا الكلام دي بيجو وراه مصيبة كنت بقول بكلم نفسي في السر بكده لما كنت قاعد ببص حوالي لما قالت هتفضل لحد امتى وحدك وغايب عن الكل هنا بسطلها وقلت لها خديها قاعدة سابتة جفراء اللي تعود يعد احزانه لوحده مش هأثر فيه بقاء حد او غيابه هنا بتسمت وهي بتلعب في النار بعصايا صغيرة لما سمعت الصوت زي رفيف اجنحة قبل ما قوم شفت حد نازل من سقف القوضة كنت صحبتي سيفي ورجعت لورا بسرعة وبقول في نفسي انا كان لازم اتوقع كده كان لازم اتوقع ان فيه خيانة لما شفت وحده وقفة في النص وبتبتسم كانت جفراء ما بتتحركش لما شورت عليها وقالت اه ده احمد دي عفراء وكملت بنتي وشورت لعفراء اللي عنيها كانت نار قايد وقالت لها انسي احمد اخر السلالة هنا بس اطلقها عفراء ورجعت بالصلي في الوقت دعيونها بقت السودة بسوادي الليل وكانت جميلة وقالت عرفاء وشمه ريحته بتعمل ايه هنا يا انسي بعيد عن وطنك وارضك عبر سبيل عفراء لما قالت كاذب انت بتثير الدمار في كل مكان وملكتك في الخارج تحارب وتقتل وتحرق وتحرق ارض الجن جميعان جميعها هنا عرفت ان عندها اخبار عن سندس لما لمحت عيونها حزينة وقلت لها وانت تعرف مكان سندس هز الدماغ ان نعم قعدت وقلت لها طيب حصل ايه هنا بصت جفراء وقعدت وقالت سندس استطعت القضاء على التمرد وقتلت الجن المتمرد ورؤسائه وزعمائه ولكن هنا قلت لها ولكن ايه سندس مش عايز توقف الجلادة رجعت مرة اخرى تريد احراق كل من له علاقة بالتمرد من قريب او بعيد سندس احراق نصف الممالك مش الردة الجميع لا تفرق بين كبير وصغير وطفل ولا حيوان ولا جماعة انا كنت بسمه وانا مش مستغرب انا عارف سندس لما تتحول كنت بفكر طب ايه الحل لما قالت عفراء سندس لن تتوقف حتى تقضي على ارض الجن ساعدنا يا بشري هنا انا بصيت ناحية جفراء اللي قالت الكلام ده وسكت فكرت طيب وانا ممكن اعمل ايه شوية وسألتها قادة التمرد حصل فيهم ايه ردت عفراء وقالت ابيدو مع جيوشيهم كلها العظيمة الان تدخل بجيوشيها الممالك وتحرقها كل من له علاقة بالتمرد من قريب او بعيد سندس احرقت نصف الممالك وش ردت الجميع لا تفرق بين كبير وصغير وطفل ولا حيوان ولا جماعة كنت بسمة وانا مش مستغرب انا عارف سندس لما بتتحول كنت بفكر طيب ايه الحل لما قالت عفراء سندس لن تتوقف حتى تقضي على ارض الجن كاملة ساعدنا ساعدنا يا بشري هنا بصيت ناحية جفراء اللي قالت الكلام ده مسكت فكرت طيب وانا ممكن اعمل ايه شوية وسألتها قدت تمرد حصل فيهم ايه لما ردت عفراء وقالت ابيده مع جيوشهم بالكامل العظيمة الان تدخل بجيوشها الممالك وتحرقها وتخرج بدون سبب انتقاما من الجميع هنا قلت له يا فن دلوقتي شاورة وقالت مملكة الاقليم الجنوبي حدود جبل العظام هنا بصتلي وعنيها لمعت وقالت في لمح البصر ان اردت استطيع نقلة ولكن مش اقدر اعرب اكتر وإلا قتلت هنا هزتلا دماغي ان ايوة انقليني في الحقيقة مكنتش عارف اعمل ايه ولا هتصرف ازاي مع سندوس بس كنت عارف حاجة واحدة بس ان لازم الامر يقف والسندوس ما ترجعش تاني زي الاول وفعلا شاورت الليل وقلت له خليك معرات ومسكتني عفراء واخر حاجة لما احتاج قبل ما اغمض عناية ابتسامة جفراء زي ما تكون بتشكرني فتحت عناية بعد دقيقة لما انزلت وشاورتلي عفراء قدامي وانا بقول يا الله ايه ده طلاع محروقة اللها واصل للسماء اشجار مكسورة سامع صليل السيوف هنا كان فيه مكزرة ريحت الموت باينها سندوس اتصعرت انا بقول في نفسي كنت شايف عفراء وعيونها الحزينة لما قلتلها سندوس فين فشاورتلي في اتجاه واختفت هنا رحت مشيت عليه وبعد ثواني بدأ يظهر جيوش سندوس اوف بقول لنفسي ايه ده ده بالجيش ده تحتل الكون مش ارض الجن لما في لحظة لقيت وهج قدامي بلبس الحرب وعلى فرسة ونزلت بسرعة وجات جنبي وقالت تا ايه اللي جابك هنا احمد انت ايه اللي جابك هنا انت المفروض لما اعطيتها قلت لها سندوس فين هنا سكتت وقالت عايزها في ايه تا اوهج سندوس بترجع زي الام اول الامر خد مني سنين انسيها دمويتها وتعطشها للقاتل وانتم ابدتم التمرد كفاية كده هنا بسط الارض وقالت حدش يقدر يوقفها خلاص انت عارف سندوس تا اوهج انا اقدر خديني ليها بسط ليا شوية كده زي ما تكون بتفكر لما قلت لها يلا وهج خلينا نروح لسنس لما قالت اذا وصلت ليها ممكن تتأذي هنا قلت لها اذا كان الوصول ليها هو اللي هيئزيني فبلغي الازى اني جايله ركبت حصانها وشورتلي وفعلا طلعت وراها وكأنها الريح كنا داخلين قلعة بليتمشى بين صفوف الجن ايه ده انا بقول في نفسي ايه الجنان دوت لعفاريت ومرضة حيوانات الجن الضخمة وحوش الجن بمعنى صح الجيش ده ليقتل بس ده جيش للقتل والدمار بس سندوس مستخدمة فيه معظم قوتها سندوس خدت الامر على كرامتها انا عارف سندوس لما الحاجة تيجي على كرامتها الا كرامتنا كرامتها ووصلنا قاعة في ساحة ضخمة شفت سندوس في النص عينيها علي من قبل ما دخل وحسيت بيها وسمعتها في دماغي بتقول لي ارجع احمد ارجع بس دخلت ونزلت ومشيت ناحيتها الكل ملموم عليها وهي على عرش دهب ضخم وسيفها قدامها في الارض مزروعة لما شورت للي معاها والكل فعلا اختفى لما قالت تجيت لي هنا بس طلقة قلت لها مش كفاية كده هنا قالت احمد لأرضك ولا حربك ولسه هتتكلم هنا عطعتها قلت لها هو من امتى الكلام ده من امتى لأرضي ولا حربي سندوس انت مش خلاص كتمت التمرد وقتلت الكل عايز اكتر من كده عايزت تفني عالم الجن كله انت خلاص مش قادرة تنسي الجلادة اللي استحوذت على عقلك وتفكيرك من تاني فهمه هنا شفت عهد وسيفين والبقين دخلين علي لما بسطلهم وانا ردحت انا بسطلهم كمان وقلت لهم وانتو مفيش فيكم حد رشيد يوقف شلال الدماء دوت مفيش فيكم حد عاقل حكيم يقول لها كفاية تنهو ممالك تقضوا على اجيال كاملة هنا الكل سكت بس تسمعت صوت زي الراعد صوت بكره ما بحبوش وزي الراعد الهادر بيقول انت انسي جبان حقير ملكش مكان هنا فنحن ابناء النار يا ابن الطين لما لفت له وبصت له بغضب وقلت له لا نامق انا النار اللي ما بتقهرش والعاصفة اللي محدش يقدر يسيطر عليها انا القوة المطلقة اللي بتحطم كل الحواجز العزيمة اللي ما بتعرفش مستحيل انا الاسطورة اللي ما بتتكررش انا العزيمة اللي ما بتتكسرش في احلك الظروف عن الفارس نامق والروح اللي ما بتستسلمش ابدا انا الفارس الموعود انت مين يا مسخ يا دميم هنا بصلي وبتسم وقال واضح انك مهتم بيا زيادة عن اللزوم هنا بصطل وقلت له نامق احمد ربنا اني بهتم بيك انك وقت ما تلاقيني مش مهتم اعرف انك بيت هدف لي هنا في لمح البصر كان ساحب سيفه واقف قدامي وهو بيقول لننهي الامر يا بشري هنا والان في نفس اللحظة اللي انا سحبت سيفي ورجعت فيها لورا السندوس كانت في النص اصلا بيننا في اقل من لمح البصر جات في النص بيننا هنا السحب سيفه ورجع لورا وراسه وتحت كنت عارف كنت عارف انه هو سبب من اسباب الضمار وهو اكيد لسخل السندوس وجامع السندوس علشان الضمار وبس لما قلت لها سندوس اصرفي الجند ونرجع وكفاية ضمار ومو السندوس كفاية لغاية كده هنا كانت وهج وعهد وسفين وكله حوالينا لما سندوس بصت لهم زي ما تكون بتستفسر عن رأيهم او انها عايزة تاخد رأي تاني فكملت وقلت لها سندوس سندوس انا كرهت الجلادة وعايزك انت كفاية كده هنا السندوس بصت لهم لما الكل هز راسه بالموافقة سكت شوية وكلهم سكت ولما رفعت يعني على عهد وقالت له اصرف جيوش الجن ولنعود للمملكة وفي ثانية واحدة كلهم اختفوا من قدامي لما بصت وراها ببص لنامق وبشوف وهي عرفت فقالت لي ما تقلقش رجع للأرض الملعونة هو بس كان جاي هنا بيرطه علشان يسندني ويكون معايا وكان متوقع وجودك هنا هنا انا هزت لها دماغي انا عارف نامق مش هيسكت وبصت حواليا للدمار دمار ونرفه كل مكان وبصت لسندس الوقفة بكل هدوء وشموخ لما بصت له وقالت لي توصلت هنا ازاي مش قلت لك ما تجيش هنا انا تحكت وقلت لها لا وصولي هنا بقى دي قصة طويلة فابتسمت وقالت احكيها لي ما انا زيهم بحب اسمعك بغاية هنا خلصة القصة دي اتمنى تكون عجبتكم سيبولي رأيكم في الكومنتات ونسيسوش اللايك والشير شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم